نعم يعني تول كرم كانت ضمن بنك اهداف العملية العسكرية الاسرائيلية المخيمات الصيفية التي تدخل اليوم السابع في مدينة في المدى ثمانية واربعين ساعة اقتحم جيش الاحتلال الاسرائيلي مخيمة نور شمس شرقي المدينة واصفرت تلك العملية عن استشاد اربعة فلسطينيين بينهم مسن وقائد كتيبة تول كرم سرايا القدس محمد جابر ابو شجاع خلال ساعات الليل اعاد جيش الاحتلال الاسرائيلي عمليات التمويه باقتحام متكرر على وقع عمليات كر وفر للاليات العسكرية الاسرائيلية في ميدان مخيمة تول كرم حيث عمدت هذه الاليات الى حصار المستشفيات الطبية في المدينة وابرزها مستشفى تول كرم الحكومي ومستشفى الاسراء التخصصي غرب المدينة يواصل الاسرائيلي تسير الاليات العسكرية في شوارع المدينة ويطلق الرصاص امام حركة المركبات للحالات الطارئة بطبيعة الحال في نطاق المقيم قبل قليل كانت هناك تحركات كبيرة للاليات العسكرية الاسرائيلية باتجاه المحور الغربي تحديدا حاجزت سنيعوز غرب المدينة لكن الاشارات التي تريدنا من داخل المقيم تؤكد على ان تموضع القناصة لازال مستمرا حيث طبعا يواصل الاحتلال تحويل بعض المنازل الى ثكانات عسكرية اسرائيلية اربع جرفات تشارك في هذا الاقتحام حيث نفذت عمليات تدمير كبيرة وهائلة في البنية التحتية تتركز في نطاق حارة المدارس حارة البلاونة وكذلك ايضا الطريق الجنوبي للمقيم ما يعرف بمنطقة الامربع ومنطقة جامع السلام وحارة الغانم هذه المناطق شهدت عمليات تدمير اضافية ويذكر انه حتى ما قبل السابع من اكتوبر عفوا قبل العملية العسكرية الاسرائيلية التي انطلقت منذ منتصف ليل الاربعاء كان الاحتلال قد شن اقتحاما موسعا خلف دمارا كبيرا وبالتالي المعاناة ترتفع خلال ساعات الليل نفذت طائرة استطلاع اسرائيلية قصفا مخيمة تول كرم ما ادى لاصابة اربعة فلسطينيين بينهم اصابة لمسعفة ونقلت جميع الاصابات الى المستشفيات بجراح وصفت ما بين متوسطة الى طفيفة لتلقي العلاج خلال العمليات الكر والفر حاولت بعض الاسر العودة الى مخيمة تول كرم واثناء العودة مع تمركز وتموضع قناصة الاحتلال الاسرائيلي تم اطلاق النار على فلسطيني ونجله ما ادى لاستشادي نجله واصابة والده بطبيعة الحال برصاصة في الخاصرة الفتى محمد كنعان سبعة عشر عاما قتله جيش الاحتلال الاسرائيلي برصاص قناص في الرأس فيما اصيب والده بطبيعة الحال برصاصة في الخاصرة ووصفت جراحه بيئة المتوسطة كأنما نحيا على وقع قصة محمد درة جديد هنا في مدينة تول كرم وليس هناك في قطاع غزة مع استمرار هذا التوغل العسكري الاسرائيلي الان نرصد على امتداد شارع نابلس وهي الاطراف الشمالية لمخيم تول كرم هذا التمركز للاليات العسكرية الاسرائيلية على وجه التحديد فرق من الهندسة تتبع طبعا لجيش الاحتلال الاسرائيلي جرافة دي ناين المجنزرة واخرى مدولبة تتمركز في اطراف الشمالية لحارة البلاونة فيما تتقدم عدد من الاليات العسكرية الاسرائيلية الى تلك النقطة هذه الجرافات تواصل عمليات تدمير كبيرة تستهدف البناء التحتية شبكات المياه وبطبيعة الحال على وطيرة الاقتحامات المتكررة لمدينة تول كرم ونحن ندخل من محورها الشرق قبل قليل كان هناك اثار الدمار واضحة في مخيم نور شمس على وقع عملية اقتحام كانت خلال الايام الاولى للعملية العسكرية وبالتالي لم تتح هذه الاقتحامات المتكررة الفرصة للجهات المختصة بمحاولة اعادة الطرق فعليا تحولت الاوضاع الى نقطة بيئية للامراض نتيجة ان مياه الصرف الصحي غمرت الطرقات الرئيسية في مخيم نور شمس ويحدث هذا الان مجددا في مخيم تول كرم على وقع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الاسرائيلية بالتالي نتحدث عن شهيد وخمس اصابات في عملية الاقتحام المستمرة وحصار المؤسسات الطبية جيش الاحتلال الاسرائيلي اغلق المدخل الجنوبي لمدينة تول كرم على وقع طبعا عملية اغلاق البوابات الحديدية تحديدا قرب حاجز جبارة الى الشماء الى الجنوب من مدينة تول كرم حول هذا المشهد الميداني الذي ينفذه جيش الاحتلال الاسرائيلي ينضم الينا احد ضباط الاسرائيلي داخل مخيم تول كرم للاطلاع والاستضاح عن ما هي الاوضاع الميدانية سواء في عمليات القصة والتعامل الطبي اماكن تمركز جيش الاحتلال الاسرائيلي في هذه اللحظات فتحي نصر الله احد ضباط الاسعاف في الهلال مسعف اولي في هذه اللحظات يعطيكم العافية فعليا شو اللي قاعد بصير داخل مخيم تول كرم بسم الله الرحمن الرحيم ماكن فتحنا صر الله مسعف اولي في الهلال احمد متطوع اللي بصير في مخيم تول كرم من الاول اشيه ضمار وخراب وكل اشيه عنا نبيره صار ثلاث اربع اصابات من ضبن عنا مسعف كانت من سكاة درون في مخيم تول كرم في الجورة الدبل عندهم جوهر داليا حدايدة صابت في راسها بشضيب كتفها كمنا في الاتصال في الهلال الاحمر تنصيق مع الصليب الاحمر عساس انه اجب بالزبط ما اكسر معنا الشباب كثير جدا يعني مش شوي والله الوضع جدا المأساج والمخيم ما خلوا لا شارع ولا زك ولا شيء اللي ضربوها وخربوها من ضمن بعض الشباب اللي كانوا متجيين راجعين على المخيم من جهة شارع البلاوني كم استشهاد الشاب اللي من محمد كنعان في شارع رئيسي من كناص شكرا للك المسعفة الاول لفتح نصر الله بطبيعة الحال نرصد هذه التحركات الان وعمليات التدمير على الهواء مباشرة عبر كاميرا الغد الجرافات فرق الهندسة التابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي بدأت الان عمليات تدمير كما نشاهد في جانبي الطريق تستهدف الممتلكات العامة التي طبعا هنا في الاطراف الشمالية شادي اذا هذه الجرافات هناك 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 اجت جرافة تاني اذا هذه الجرافات الان بدأت تعبر من هذه المنطقة وتنفذ عمليات تدمير في محيط طبعا مخيم تول كرم شمالي الضفة الغربية الجرافات بدأت الان بشق طريقها في هذه اللحظات الى المحور الغربي هذه الجرافات تنفذ عمليات تدمير كبيرة واسعة النطاق في مدينة تول كرم ومخيم تول كرم على وجه التحديد حيث شهدت مناطق واسعة تدمير كبيرة ومهولة على وقع انتشار عسكري اسرائيلي واكد ان جيش الاحتلال الاسرائيلي بدأ بهذه التحركات الكبيرة باتجاه المحور الغربي اي اننا لربما نحن موادر لربما انسحاب لجيش الاحتلال الاسرائيلي لكن لا يمكن الجزم ان ما يرد من داخل المخيم ان هناك تموضعات لقناصة الاحتلال الاسرائيلي بطبيعة الحال في ظل هذا المشهد الميداني المستمر حيث ان التموضعات القناصة ادت لاطلاق النيران باتجاه فتى فلسطيني واستشهاده على الفور عقب التحرك الاليات نعود الى احمد فتحي عفوا نصر الله احد المسعفي الاول في الهلال الاحمر الفلسطيني يعني كنا نتحدث ان الوضع صعب من اي المشهد تماما كما جنين تماما كما مخيم نور شمس صحيح احنا مخيم تركيري مخيم نور شمس مخيم جنين كل مخيمات ضفة احنا بالنسبة لنا واحد المأساة بتشمل جميع ضفة احنا مخيم تركيري كثير من عاني من الطريق بتأدي الى خطر على الاسعافات على سيارة الاسعافات الامبلانسات الهلال الاحمر ان في مخيم تركيري لم يسمحوا لجيش الهدل لمنور سيارات الاسعاف على مخيم تركيري حتى عن الاسابات انكاذ الاسابات او الكاذ المرضى اي ان كان من الاسابات او المرضى في مخيم تركيري لانكاذهم الى مستشفى ثابت ثابت الحكومة لانكاذ يعني عاشهم او حياتهم احنا في مخيم تركيري من عاني من شغلة التنسيك اللي بتم عن الاحمر انه بعملنا الاوكي انه في التنسيك بتم وفوت وكلش تمام يعني ما نفوت على مخيم تركيري بالتكابل الجيش قدام يطم اطلاق النار على سيارة السعاف او الميداني الشباب الميداني اللي في مخيم تركير بيشتغل في السعاف الاولي اشكرك جزير اشكر فتح هلال الاحمر الفلسطيني على الجهة المقابلة وعلى عجالة يعني اعلم ديق الوقت لكن هذا ما خلفه دمار جيش الاحتلال الاسرائيلي الجرفات عادت بالدخول الى حارة الغانم وصولا الى حارة الربايعة لاحقا الى حارة العيادة الى حارة جامع السلام كل هذا الامتداد وهي صورة مما نرصده من المدخل الشمال ومرعب حقيقة يوازم الذي يحدث في شمال الضفة الغربية مع اعلان طبعا صحيفة اسرائيل هايوم ان هذه العملية باتت تعتبر مناطق الضفة بانها منطقة حرب تماما على وقع عمليات اقتحام متكررة في قلقيليا في مخيم بلاطة عمليات هدم الى الغرب من مدينة سلفيت وبالتالي نتحدث عن تسارع وتيرة العمليات الاسرائيل وهذا يضع تساؤلا كبيرا في ظل هذا المشهد حيث يرى الفلسطينيون بانه يجب ان يكون هناك مشهد سياسي موحد فلسطينيا في مواجهة الاجراءات والابقاء على المشهد السياسي الحالي هو غير قادر فعليا على مواجهة تحديات استباحة المدن الفلسطينية من قبل الاليات العسكرية الاسرائيلية اشتركوا في القناة